من منا لم يصب يوما بنوبة الصداع النصفي ألم شديد في أحد جانبي الرأس أو في الجانبين معا ألم شديد فوق العيون وفي الجبهة أيضا حساسية شديدة للضوء والضوضاء وأحيانا يرافق هذه الأعراض الشعور بالغثيان بعيدا عن الأدوية الكيموية التي لا يخفى على أحد الأدرار الخطيرة التي تسببها للكبد خصوصا على المدى الطويل وحتى على المدى القصير إن تم استعمالها بجرعات كبيرة وقريبا من الطبيعة أقترح عليكم علاجين طبيعيين الأول يستعمل بشكل موضعي والثاني يستعمل بشكل داخلي بالنسبة للعلاج الموضعي فكما تلاحظون يباع جاهزا في بعض الصيدليات ولأني أعلم أن البعض سيتعتر عليه الحصول على هذا المنتج فسأشرح لكم مقوناته حتى تتمكنوا من تحضيره بأنفسكم يتكون هذا المنتج من ثلاث ديوت أساسية ولكن بنسبة متفاوتة المكون الأول هو زيت أساس النعناع الحار وزيت النعناع الحار هو زيت أساسي في هذه التركيبة نظرا لإحتوائه على مادة المنتج وهو من أشهر الزيوت الأساسية التي تستخدم لعلاج الصداع النصفي وبالنسبة للمكون الثاني فهو زيت أساس القولتغي مضاد التهاب ومضاد ألام وغني جدا بسال السيلات الميتيل والمكون الأخير هو زيت أساس الخزامة ولزيت أساس الخزامة في هذه الوصفة أهمية كبيرة نظرا لإحتوائه على المادتين الأولى تسمى اللينالول والثانية تسمى أستات اللينالين وهما مادتين يتم امتساسهما بشكل سريعا جدا عن طريق الجلد مما يؤدي إلى تطبيط الجهاز العصبي المركزي وبالتالي تقليل الشعور بالألم بعد تعرفنا على المكونات الثلاث لهذه التركيبة فلنتعرف على طريقة التحضير كل ما نحتاجه هو قارورة زجاجية صغيرة بنفس هذا الشكل حتى يكون استعمالها عملي إضافة إلى أن هذا النوع يمنع فقدان الزوت لفعاليتها بشكل سريع نقوم بإضافة زيت أساس النعنع الحار بمقدار النصف أي أن نصف القارورة سيكون مملوءا بزيت أساس النعنع الحار أما النصف المتبقي فالجزء الأكبر منه سيكون لزيت أساس الغولتغي وما تبقى سيكون لزيت أساس الخزامة وبهذه الطريقة البسيطة سنكون قد حسننا على نفس المنتج الذي يباع في الصيدليات يمنع استعمال هذا المستحضر من طرف المرأة الحامل المردة والأطفال الأقل من 6 سنوات أما العلاج الداخلي فهو عبارة عن مكبل طبيعي يستعمل بشكل خاص لعلاج الصداع النصفي وبعد أن واعتن الأذن والدوار المصاحب له بالإضافة إلى أنه يستعمل كمضاد التهاب ومضاد الإجهاد وله خواص علاجية أخرى سيتم التفسير فيها لاحقا هذا المكمل هو الأقحوان وهو نبات نشبه في شكله إلى حد ما البابونج ولكنه أكبر حجما يباع الأقحوان باسم فيفرفيو أو لغران كاموميل يمنع هذا المكمل على الأطفال أقل من 3 سنوات وعلى المرأة الحامل والمردة ترجمة نانسي قنقر